توطين الصناعات نتكلمنا عن الزراعة في توشكا ولم نتحدث عن الصناعة في توشكا المرتبطة بهذه الزراعة بص سيادة تكتير ده كلام مهم جدا عندك المصنع أنا لسه بعملش مصنع في توشكا لكن أنا عندي فيه على الأل فيه صوامع فيه عندي مجازر فيه تلاجات فده ده موجود احنا هدخلين في الصناع فإن احنا نعمل مصنع للسكر ونعمل مصنع للطمور وعندنا مصنع تاني هبل الخشب فده المصنع خلاص يعني الريدي بدأت لأن انت لازم كنت تعمل هتعمل مصنع من غير بيكون عندك المنتج اللي موجود فطبعا النهاردة انت بدأت عندك المنتج المطاحن موجودة مطحن موجود فيه صوامع موجودة لتخزين الغلال لأن انت القيمة المضافة أنا بقول الزراعة عبارة عن إيه مسلس الزراعة أو النشاط الزراعي هو عبارة عن انتاج نباتي ومع انتاج حيواني وانت خلي بالك انتاج الحيواني مهم جدا انت في الجنوب فانت عندك السودان وتشاد وكل الكلام تقدر تجيب لكن هي ظروف الحرب صلالات حتى لو بصنا احنا أسعار اللي عم كانت بدأت تزيد نديجة الحرب الأهلية اللي حصلت في السودان قللت من ورود العجول من السودان فده عندي أكبر مجازر عندي أكبر محاجر عندي تلاجات موجودة هناك بنعمل عمليات الدبحة والتشفية وبتطلع فرش للسوق المحلي وبتعمل حجره في هناك فكل الأمور دي فده مرتبط بإيه بالتصنيع فانا المصانع هتقام النهاردة في حاجات تانية انت فيه ممكن تبتدي تعمل مصانع الجرانيت هما بيعملوا مصانع اللي هي الاسمنت وكل الحاجات اللي هي موجودة هناك انت عندك فتوشكة يعني ما بين أسوان وبسيمبل مصنع للاسمنت يعني ده موجود في المسافة دي لانه طبعا مش هبقى موجود في فتوشكة نفسها بشكل مباشر وسط الانتاج النباتي فيه مصنع للاسمنت فانت النهاردة المستقبل مع هذه الزراعات حيبقى فيه مصنع للاسمنت لان انت عندك مصنع كيمة في أسوان لكن انت محتاج توفر اسمنت من أنواع مختلفة وتبتدي توفرها بدل ما تنقلها فالنشاط الزراعي لما ينجح ويستكمل كمنظومة هتكملها سحونا تقولت فيه مصنع للخشب هيتعامل مصنع للخشب هيتعامل الخطة ايه في الصناعة مع خطة الصناعة احنا في الوقت بنبص المنتج الزراعي ايه اللي عنديه انا منتج قمح درة فجاب عن دولة بحتاجين صوامع للتخزين في نفس الوقت عليهم مصانع للعلف ومصانع عندنا زيوت لو احنا انتاجنا دور شمس وعبات شمس عندنا كان فيه شرق لوانات مصنع ليه يعني وحدات عصر للزيوت عندنا شرق لوانات عمل مصنع للبطاطس مصنع البطاطس ده منه تلاجات يعني العائد الاقتصادي للمنتج ان انت هتضعفه بايه بالتصنيع احنا بنقول ان الانتاج الزراعي انتاج نباتي معه بالتوازي انتاج حيواني ثم رأس المسلس فيه هو التصنيع الزراعي طبعا فالتصنيع الزراعي بيرفع القيمة المضافة وبيرفع سعر العائد من الانتاج اللي موجود فيه يعني بيدي له مردود اقتصادي اعلى طبعا فاحنا هنا خطة التصنيع خطة أسية الوقتي تم القوات مسلحة مكنسيات الرئيس موجه للجهازة بشعات خيرمة الوطنية ان يبتدي التنفيذ لمصنع الطمر الفعلي يتنفذ ومصنع الجريد دلوقتي موجود زائد فيه موجود الصوامع في محطات الغرب كل الحاجات دي موجودة في توشكا